اشتركوا في القناة مسيرة النماء والتقدم والازدهار البحرينية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ما كانت لتتحقق لولا الجهود الوطنية المخلصة التي عملت بكل جد واجتهاد لمواصلة البناء والرفعة في مختلف المجالات بأياد وطنية خالصة وجهود احترافية مكثفة حضيت بتكريم رفيع وسام من لدني قائد مسيرة النهضة الشاملة السعادة تغمرنا اليوم الفخر كبير والسعادة كبيرة الوسام هاي طبعا فخر على صدورنا حافز كبير عشان نقدم أفضل وجهود أكبر وانطور إن شاء الله لرفعة اسم مملكة البحرين في جميع المحافل الأقليمية والدولية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام سيدي صاحب الجلالة لما حضينا به اليوم من تكريم من لدن جلالته بمنح وسام الكفاءة نعاهد جلالته على أن نكون عند حصن الظن وأن نكون رهن الإشارة خدمة لمملكتنا الغالية نسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها ويزيد من رخائها وازدهارها بإذن الله أشكر جلالة الملك حفظ الله ورعاه على التكريم وأشكر كذلك سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء على هذا التكريم هذا التكريم أكيد للكثير جدا وهذا يعطينا دافع للعطاء أكثر وأكثر بإذن الله وإحنا في خدمة سيدي جلالة الملك وخدمة الوطن جهود مخلصة وعطاء منقطع نظير وسعي دؤوب وطموح كبير برهن عليه المكرمون من رواد العمل الوطني في مملكة البحرين استمرارا لمسيرة التنمية الشاملة وتحقيقا لرؤى وتطلعات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حقيقة طبعا أعجز عن الشكر والتغذير والعرفان لجلالة الملك الله يحفظه ويرعاه على هذا التكريم وهذا الأسام اللي هو فعلا تعجز المشاعر عن وصف ما أنا أشعر فيه هذا اليوم وهذا ما يعطينا الأدافع إن شاء الله وإصرار وعزيمة نحن نقدم أفضل ما عندنا إن شاء الله لوطنا وغيادتنا وإن شاء الله نكون نحن عند حسن الضان إن شاء الله طبعا اليوم عيد بالنسبة لنحن اللي تم تكريمنا أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أحظى بهذا التكريم العالي والغالي من لدن راعي نهضة الوطن سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ومنح وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى يعد هاي التكريم بالنسبة لي شرف وفخر لي ولأسرتي وحافظ لمضاعفة الجهود والعطاء في خدمة الوطن تكريم رواد العمل الوطني يرسخ مبادئ الشكر والتقدير للجهود الصادقة والمخلصة في تحقيق مساعي وطموحات المملكة ويؤكد أيضا النهج الوطني في تحفيز وتشجيع الطاقات الوطنية لبذل المزيد في خدمة تطلعات القيادة الحكيمة لمستقبل أكثر نماء وازدهارا تكريم رواد العمل الوطني هو تكريم لكل الجهود الوطنية المخلصة التي تبذل كل ما في وسعها خدمة لقيادتها الحكيمة ورؤى وتطلعات المجتمع البحريني تحقيقا لتطلعات المملكة الرائدة في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر